طبعا لتجمل لنا أهم ما جاء في هذه الكلمة تنضم إلينا مرسلتنا من بيروت كلودي أبي حنة كلودي ضعينا في أهم ما جاء في هذه الكلمة لسعد الحريري النقاط الأساسية في هذه الكلمة التي كانت منتظرة للرئيس المكلف سعد الحريري أنه حدد أسباب عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن أولا هو متمسك بحكومة اختصاصيين من 18 وزيرا لا ثلثة معطلا فيها لأي طرف على قاعدة ست وزراء لكل طرف فاعل أي ست وزراء لرئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر ست وزراء للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وستة وزراء لتيار المستقبل وحلفائه وأنه لن يحيد عن هذا الأمر ولن يتم أعطاء الثلث المعتل لأي فريق من هؤلاء الأفريقاء الثلاثة ولكن الرئيس اللبناني ميشيل عون كما كشف الرئيس سعد الحريري في هذه الكلمة بدى متمسكا بالحصول على الثلث المعتل في اللقاء الذي جمع الرئيسين قبل يومين وأكد الرئيس سعد الحريري في هذه الكلمة أنه لم يمص بحقوق المسيحيين في طريقة تشكيل الحكومة لأن الوزراء الذين اقترحهم على رئيس الجمهورية هم من لائحة كان قد حصل عليها من الرئيس اللبناني في اللقاء الثاني بينهما من أصل 16 لقاء تحدث عنها الرئيس سعد الحريري وقال الرئيس سعد الحريري أنه عندما لا تكون هناك دولة ولا يكون هناك بلد كيف نتحدث عن حقوق المسيحيين هذه الحقوق وحقوق كل اللبنانيين ستهدر في هذه الحالة ولفت في إشارة لافتة إلى أنه ربما هناك شخص يعتبر أن مصلحته الشخصية يجب أن تتأمن وإلا أخرب البلد وعاد وأكد أن مصلحة لبنان هي بعلاقات جيدة مع العرب مؤكدا أن الحكومة ستشكل ولكن ريثما تشكل هذه الحكومة وتؤمن الظروف لذلك سوف يتابع جولاته الخارجية لحصد الدعم للبنان الذي سيترجم عند تشكيل الحكومة أشكرك جزيلا كلودي أبي حنة مراسلة الغد من بيروت اشتركوا في القناة